مرحبا لا علوم إلا بالكليات بارحة مننا فيلم عن ناسا عن صور الناس وطلع التعليقات نحكي ليش وكيف هذا شيء اسمه يسمونه علاج بالصم يبقى واحد مقتنع بفكرة كل شيء تفكر فيه غلط أول رد فعل بتلاقي انه بغري بيقولك انت ما بتفهم ما بتعرف ليش لانك انت عم تتهمه انه ما بيعرف فبديرد عليك انت ما بتعرف هنجح تفكر انت بتعرف انت اكتر ولا هو اكتر ولا كيف وليش عم نحكي هيك الحقيقة انه العلوم العلوم يعني راحت باتجاه معين كيف اخر من فكر في فلسفة العلوم هو انشتاين قبله ديكارتو كانتو لا فوازين وبعدين وقفت ليش وقفت ليش وقفت فلسفة العلوم وقفت لانه صار الاختصاصات تخصصت الناس صارت ما تفكر بشكل شمولي فالعلوم دائما مرتبطة بالكليات ليش مرتبطة بالكليات لانه اذا من الجزء الصغير ما بتعرف كل شي بك تشوف كل الصورة تفهم الجزء الجزء يفهم من سياق الكل والعلوم مرتبطة ببعضها ليش لانه الوجود واحد يعني الفيزيا والكيميا وكذا مع بعضهم يعني النهاية طبعا تشتغل الفيزيا تلاقي حالك صورة بالكيميا طبعا تشتغل بالكيميا تلاقي صورة بالرياضيات طبعا تشتغل بال فبالتالي الكون موحد الكون موحد بدون ما نفهم الأسس الأساسية التي يبنى عليها الكون ما بنعلك شي يعني منضيع ما تصير بجزئيات صغيرة لا السبب بيقولولك اليوم ميكانيك كوانتوم مناقض تماما لكل اللي قبله ميكانيك أنشتاين أو نظرية أنشتاين تناقض كوانتوم وتناقض نيوتون ميكانيك نيوتون إذن صار عندنا فلسفات مختلفة تماما ومتناقضة ولسهنا عم نحكي بالعلم ما حدا عم يفكر ليش ما حدا بيفكر أنه يجمع العقل العلمي بفلسفة واحدة لأنه ما بجيب مصارية روح أنت لتسجل براءة اختراع يسجلو لك اختراع صغير جهاز معين لأخير فكرة ما بسجلو لك أردتو كيف روح لتسجل فكرة الأفكار ما تسجل براءة الاختراع هاي فكرة هاي عامة للناس كلها ما لك شيء ما بتاخد شيء إذا فكرت فالرقسمالية مشكلتها هيك أنه بدر يربحه فبدوره على شغلات يسجلوها تربح فمشيت باتجاه الروح تركت موضوع التفكر ليش؟ لأنه متعب كتير وصعب كتير وبدو وقت وبدك تعرف بكل شيء موت تتخصص يعني حتى أنت تفهم علم الفلاك لازم تقرأ كل العلوم كل العلوم فقال لما تفهم ليش بدك تقرأ كل العلوم عم بك ترجع تقرأ أنه هل الضوء شو هو هل الخلاء شو هو الكتلة شو يعني ترجع تفهم هاي دي الأمور كلها لتفهم أنه هل هو أسير أم حبيبات أم كذا بدك نظرية مهي فقدك تقرأ كل شيء بتفهم كل شيء والتالي أنت أنت ما ممكن تضيع وقتك بها الشغلات لما تتعطي نتيجة ولا في معها يرعاها يعني الفيزياء النظرية كتير ضعيفة وقليل ما الناس تشتغل فيها وتفكر فيها إلا صار هواية صار هواية للناس يعني بتفكر فيها أما ضيعونا نعي نرجع لموضوع التعليقات قسم الأول من التعليقات يقول لك هذا مو اختصاصك رجعنا نفس القصة نو اختصاص هذا اختصاص طيب حلو اختصاص العلماء الفلك أنه يحكوا عن الفلك لا مو صحي لأنه مش اختصاص عن الفلك يعني يحكي عن الفلك له علاقة بكل شيء بحياتنا يعني في عندي أنا كمان اختصاص اسمه اختصاص الدين الدين بيحكي غير هيك وانا حطت لكم النقيضين النقيض الأول بيقول لك أنه هي السماء الدنيا زيناها بمصابيحها والطيني بيقول لك هاي دي مجرات وكواكب ونجوم وليك تفرج عليها شوفها ضاوي شوفها ضاوي طين هذا الضوء اللي عم نشوفه اليوم عمره قديش يعني أنا واتطلع على الشمس بشوف الشمس قبل 14 دقيقة مثلا يعني عرفت كيف يعني هذا أنا اللي عم شوفه هلأ شيء منتهي موش هلأ ايه فكيف إذا بنحكي على ملايين السنين ومليارات السنين كيف يعني موش شايفه بلحظة نحنا لأنه الضوء سريع جدا بالنسبة لمكان نحنا اللي منحس به منشوف الضوء هلأ ضاوي طفيت ضغري ضغري اما هلأ اصطفيت الشمس ما منحس انه طفيت الشمس لبعد كذا دقيقة عرفتوا كيف وبالتالي في مشكلة في مشكلة بالتأدير ثاني شيء الضوء مثل ما قلنا لكم يتوسع وينتشر وينعرج وينحرف ومدرشو الى آخر طيب كيف يعني كيف عم تشوف هذه الصورة كيف عم تقول انه هذا النجم لك وهلأ ضاوي مو هلأ هلأ هلعم تشوف انت شيء تاني بتدخل الضوء بالدخل بأي عمال آخر بعدين الضوء لا يفنى شلون لا يفنى يعني شلون لا يفنى يعني الفوتونات كلها بنعرفها انها بتفنى على مدى زمني صغير جدا بتفنى يعني يعني تحط انت غرفة مرايا سكرة مظبوط وكل ياتها مرايا ايه وضيفيها الضوء تصفي الضوء يصفي ضغري طيب الميكرويف لو كان ما بيفنى الضوء تشغله دقيقة وبتتركه بيستوي الطبخة عم هلا بتدل بتروح هيك بتلطش هيك وهيك كل الضوء بده ينتصه بده ينتصه الأكل مثلا أو ينتصه الآخر يعني تالي مو صحيح الفكرة انو الضوء يطلق طاقة بشكل دائم دون ان يفنى يعني يعيش مليارات السنين وملايين السنين هذا حكي يعني يعني خرافي الى درجة لا يمكن لراعي ان يصدق فعنحنا حبينا انو نصدم الناس الذين يستخدمون تقديس العلم في مقابل تقديس الدين هاي دي الضرب الاساسي انو ناس بيعتبروا الدين مقدس والعلم كله غلط وناس بيعتبروا العلم مقدس والدين كله غلط طيب العلم ما قدم شي ما قدم اللي قدمه الدين يعني فيه صعيد المثلسفة والمعرفة والقيم والله والدين ما عنده وسائل تجربية ليتحقق من الرؤى أو تحليلات الجسم بس كمان مو معقول يعني انو يكون رب العالمين يعني اللي نزل الوحي مو شايف انو فيه مجرات ومو شايف انو فيه مدر شو بس بيقول على الأرض والشمس يعني 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 كأنواحد عايش على الأرض يعني منظر المتكلم واحد قاعد على الأرض لأنه اعتبر السماء سماء هو قاعد فوق مفروض يشوفها من فوق يعني وجهة نظر المتكلم انو عايش على الأرض وجهة نظر المتكلم طلع هايك لفوق شاف السماء وقال فيه سماء الدنيا وسماء أبعد السماء الدنيا زيناها بمصابح طيب هذا اللي شاف ومعتها أنت هون لغيت الدين كله لهالسبب قسم كبير من التعليقات اجيت اجيت من الشباب الملحد انو شو هم تحكي نحنا بقى لحدنا وكذبنا الدين لأنه في علم في علم جرب وكذا هم تقولنا لأ الدين أصدق انت حطيتنا بمكان يعني شوشنا رجعتنا للصراع اللي عيشنا طويلا اللي كي نحس وماذا الموضوع مو هيك فقسم كبير من الناس بيعتبروا العلم مقدس بديلا عن الدين وهذا مو صح العلم التجريبي والعلم افتراضي والعلم يتغير أساس العلم هو النقد مثل ما قلنا أنا أشك إذا أنا أفكر فأساس العلم هو النقد وكل نظرية تطلع وكل شغلة يجب أن تتعرض لكم هائل من النقد لحتى تزبط ما تزبط يعني ما تطلع تغري الفكرة صحيحة مئة مئة في المئة مو شغلة تبحش تبحش عليها وتلاقيها في كتير مبادئ تأخذها من علم بالطباقة بعلم آخر وبالتالي في شيء اسمه أركيولوجيا المعرفة يعني فيه سويات معينة من المعرفة بإخوة فما فيك أنت تترف بالاختصاصات لوحدها لازم تقرى تقرى الأساس المطلق الأساس المطلق للفكر العلمي وهذا بده فلسفة بده فلسفة العلوم وهيدي فلسفة العلوم هي الشي اللي ناقص اليوم في العلوم الغربية الرأسمالية لأنها ما بتفكر إلا بالمصاري شو بتربح هايدي بيمولو البحث ما بيربح ما بيمولو البحث إلا شغلة الناس والفضاء والكذا يعني صار فيه تنافس في الخروج إلى الفضاء بين الروس والأمريكان فصاروا يمولوها وصاروا يبرروا صارت تستخدم هايدي كمقدس انه لיקوا الصورة شفتوا الصورة هاي الصورة شفتناها ما بتعني شي أبدا هايدي أعمار مختلفة الصورة لشغلات مختلفة الأعمار يعني مو 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 حدي بالزمن يعني الضوء اللي بهاي النقطة عمره غير الضوء بهي النقطة غير الضوء بهي النقطة غير حتى نفسه الضوء مركب من أضواء بأعمار مختلفة والتالي لا يمكن أن ترى في هذه الصورة الصورة مثل ما نشوفها نحن هذا بنفس هذا الزمن هيك ضاوي لا مو هيك ضاوي بجوز هذه النجمة التي تشوفها هي شعاع ورا شعاع ورا شعاع ورا شعاع هذا عمره أقل من هذا هذا أقل من هذا هذا أقل من هذا هيك القريب قدام والبعيد ورا وبالتالي طلع معك نجم ما فيك تقول وتبدأ بمنطق تقول إنه هذا هو نجم لا هذا ضوء هذا ضوء متراكم بأزمان مختلفة تراكموا مع بعضون كل شي جاين بنفس الاتجاه على سلسلة زمنية مختلفة يعني الطايم لاين تبعه مختلفة إذا ضوء صورة مركبة زمنيا صورة مركبة زمنيا متى وقت بتصوى تحطوا الكاميرا عما تصور حركة السيارات بالليل فشو بتشوفوا حركة السيارات خطوط قضوية بتشوفوا ما تشوفوا ضوع ما يمشي بتشوفوا خطوط هاي القضوية بترسم لكم خطوط وبالتالي إنت نحن ما نراه مختلف تماما عما تقدمه ليه لأنه بنا نفكر فيها ففي رؤية مشاهدة المباشرة اللي بتفترض وحدة الزمن مع بعضا يعني بزمن معين كانت هيك بزمن معين كانت هيك وفي رؤية عقلية اللي نفهم شو عم نشوف وهل قلناها على العصفور اللي فات بالأزاز فالعقل العلمي متى العصفور اللي فات بالأزاز ما فكر أبدا انه ما يراه هي صورة مركبة على الأقل على جدول الزمن اتنين شي اعتمدت على افطرات انه كل ضوء موجود بالسماه هو نجم رحت لهونيك وشفت شو عرفك انه نجم يعني شو الأساس اقرب نجم لنا خمسة عشر مليون سنة مدري قديش قريب اقرب نجم يعني ما فيه لنا نجم قريب يعني لو فيه شي نجم قريب شي شمس تاني قريب شوية مثلا منقول بس ما فيه شي بترجع تفكر رب العالمين يعني ما قال ما قال خلق الكون من شان الانسان كل هالكون خمسة مليار سنة طوئية وتوسع وكذا كله من شان هذا الانسان الصغير التافه الموجود على العالم يعني يطلع من افريقيا هيك انسان صغير همو سابين ألف ألفين واحد ويكتشروا ويعملوا كل الكون من شانه ما قالت طار طار الدين كله حتى ما يطير الدين كله ده اللي مفكر بشكل صحيح وشكل متوازن نعطي كل شي حقه بدك تجي للكليات تجي للكليات فانا اللي حبيت قوله هاد طريقة التفكير حرية التفكير يخي قال رأي ما عجبك خلص ليش عمت تعتبر انه هدا يعني انه ليش تتهم اللي بيقول رأي مختلف عنك انه مجنوم مثلا انا قلت انه هدا الحكيم وصحيح هدا الحكيم وصحيح وهدا رأي مواك شودك المناقشة انه خلص يا بيحكي رأيي يا اما خلص اقول بك تهاجم مثلا فيه متل ما قالوا اشخاص معينين لانه يعني انا حسنت انه يعني فوت شوي الى عقل الناس وغيرلهم التفكير وما اخدت الموقف السياسي اللي بده اياه اي طرف سياسي فصار كله قلوا مصلحة يحطمك ليش مشان ما احد يتبعك شان يرجعوا للتخلف تبعه للصراعات تبعته لطريقة التفكير من الشيء الدغماء المسكر يابيعبد نيوتون يابيعبد الملك يابيعبد الخليفة يعني ما فيه ما في المجال يعني بنا ارجع للعقل العقودي انه انا ما بفهم انا ما بفهم هذا مش اختصاصات لا السياسي والعلوم والاختصاص كل الناس مش اختصاصات العلوم معرفة الكليات والإنسان بمقدار ما تشاف وتطلع وتتعلم بمقدار ما توسع أفقه وبالتالي بعكس الاختصاصات المعرفة الشمولية أهم بكتير من المعرفة الجزئية من المعرفة الجزئية وهذا الشيء اللي نحن نقوله نحن كشعوب في المنطقة دائما نفكر بالكليات ونفكر بالفلسفات ونفكر بالمورائيات والأخري ما وراء ما نراه وبالتالي دورنا الحضاري القادم في الحضارة هي أنه نحن نشتغل على فلسفة العلوم ما عنا مختبرات وعلماء متخصصين بس عنا أدمغة شمولية قادرة أن نتفكر بعقل شامل وما نفكر بالربح لأنه نحن مش هدفنا الربح هدفنا أن نصحح تركيبة العلوم لأنه نحكي شوي على الكوانتم والنيوتون نظرية نيوتون عند الثقالة والكتلة هي حالة خاصة جدا من شيء أعام بكتير يعني علاقة الكتلة معلقة على جاذبية كتلة وساكنة يعني التفاحة والأرض قطعت الزردة مثل ما بيقوله وقعت التفاحة هاي الحالة الخاصة جدا لدرسة نيوتون بس تكون علاقة الكتل مش ثابتة مع بعضها يعني كتل عم تتحرك تتطع نظرية تانية مختلفة تماما اللي هي العلاقة الدورانية اللي هي العلاقة الدورانية لأنه هاي متحركة هاي بيقولك ان عدام الوزن ومدار وقدري شو هاي دي هاي العلاقة الحقيقية للكتل يعني الجاذبية الأرضية مش بس قوة جاذبة مركزية هي بالأصل سرعة دورانية كل كتلة حواليا قيم سرعات دورانية مختلفة في هاي الألوة من زمان أفلاك التدوير ايه وجعلناها رجوما للشياطين بعتقد يعني تفهم في هذا السياق انه اي شي بيجي جاي جسم كوني كذا الى آخر مدري شو شيطاني يعني بيجي بتقوم شو أفلاك التدوير حول الأرض بتزحله برات الأرض بتاخده بعدين بتلاقوا النجوم وجد هيك جاي باتجاه الأرض طق شهب هاي الشهب هو بيصدو فيها رجوما للشياطين اللي هي أجسام كونية تقرب من الأرض بيقوم الأفلاك التدوير حول الأرض بقزفها بعيدا نحن ايه معناته شو معناته مزبوط مزبوط ودقيق بس يعني التعبير أدبي مهيك بس مزبوط ودقيق ايه هدم الراعي أفهم منه يعني أنا كيف تفكر يعني انه أفهم تبليش هدول عم يقولوا يعني لو كل جسم كوني بده يجي يقرب من الأرض يصيق يسقط عليها كانت راحة للأرض من الزمان يعني هو واحد نفت عملنا مشكلة بال بالأرض كلها بتذكر ونازم سيبيريا بيش عمل انقراض ببين وصورات وقبل خمسين مليون سنة ايه الكوانتوم في مشكلة أساسية انه الكوانتوم يا أخي بيقول لك احتمالي كيف علم واحتمالي كيف يعني العلم دائما يقيني مهيك ما في احتمالي احتمال مو علم احتمال حصاء معتا انت ما عندك معرفين ليش بيطلع معونا احتمالي لانه هني بالأصل بالأصل نحنا بنحزف الزمن بكل الوجود مع انه الزمن هو عنصر تكويني من هذا الوجود عنصر تكويني أساسي مثل ومثل المكان الزمان والمكان هني أساس الوجود لانه الخلاء شو الخلاء هو زمان ومكان صرف قلنا علاقتهم ببعضه وانشتاين فكر فيها وحاولي يطرحها بطرق يعني مهمة جدا وطرح اسئلة مهمة جدا وحتجوا عليه بذاء والآخرية والآخرية فأنت فكروا معه فكروا معه بها الطريقة شوفوا لوين بيوصل كان وكملوا لانه معارفنا تغيرت كثير يعني وادمغتنا تغيرت وادواتنا تغيرت والآخرية فممكن تفكر اي واحد يفكر يعني لانه ما كان عنده لا مختبرات وكان يفكر بس يعني حتى الرياضيات ما بيعرف كتير كانت مرته تساعده بس بده يفوت عم معادلات رياضية يعطيها لمرضه زبطيلي اي المعادلة زبطيلي اي المعادلة هو مفكر اذا انشتاين مفكر ونيوتون مفكر مفكر ما كان فيه ادوات يعني فالتالي اللي بيفكر بشغل عقله وما بيندام ايه بديشي على اتنو نحن نركب نحزو في الزمن والزمن هو متغيرة اتجاه وواحد لا يمكن عكسه ولا يمكن ان تسير بعكس الزمن فيه فيه اتجاه واحد للحركة في الكون ما فيه غيره لو فيه اتجاهين كانتها الكون من الزمن ليش الكون يتكوّن من الحركة دائما فيه اتجاه واحد علاقة المغناطيس بالكهرباء علاقة الارض بالشمس علاقة الدوران الارض حول نفسها علاقة الدوران اللي ترون بدري شو Salut علاقة العزم العطالي الدوراني مع الحركة تعرفوها يعني هذي العزم العطالي لآخري فإذن العلاقات مش هيك علاقات في اتجاه وحيد لا يمكن عكسه ولا يمكن السير بعكسه هذا الاتجاه يجي هني بمرة بيقيسه من هاته لهااته مرة بيقيسه من هاته لهااته فحسب هو ما يكون عمي إيس عمي إيس من مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة فبيطلع معه احتمالات لأنه عمي إيس بالعكس وجيبوا دارة وشوفوا إيسو إيسو يكون فيها وشعة ويكون فيها مكسف ويكون فيها مقاومة وإيسو من هون لهون وإيسو من هون لهون تجدوا عكسهم تجدوا قيم مختلفة تماما وبالتالي هذا ما يحدث معهم بالكوانتم عمي إيسو بعكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة على السبب لأنه حاسفينها لماذا يقول لك المتجهة شوية المتجهة لا وحدة لها يعني الراضيان ليس وحدة ما بيعتبره وحدة ما بيدخل بالرياضيات طبعه لأنهم قالوا هيك يفرضوا هيك من عندهم الراضيان ليس وحدة لأنه ليس وحدة ليش ليس وحدة الراضيان لأنه إذا أنت واقف إن رحت هيك ولا رحت هيك ما يعتبر له قيمة بالحركة تبعتك بس إذا أنت متحرك وهذاك متحرك تغير اتجاه التسارع وبالتالي هو أساسي يعني يجب أخذه بعين الأكتباء إنه أنت عم تلف ولا ما عم تلف ماشي ضغري ولا عم تلف تب اللفة تبعك ما بدي طاقة لعتى تتغير اتجاهك الكتلة مثلا وبالتالي هاي الأسئلة اللي أنا سألتها وفكرت فيها طويلة يعني عندي فترة طويلة بالحرس يعني عم حاول اليوم يعني بس تطلقونها كتير 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 لحتى يعني بس نفهم إنه ما نقدس العلم كما كنا نقدس الدين غلط كبير جدا إنه نحن نعتبر نعتبر النظريات العلمية مش القيادة أنا ما أشكك بأي قياس لا أقول لك سرعة الضوء أكتر ولا أقل ما عندي أداة بس عندي عاقل تفسر لك هذه الأرقام والقياسات ما قالته الناس لا يفسر بشيء ولا يدل على شيء هاي دي الصور لا تدل علي هاي صور مركبة يعني كل نقطة فيها ما بنعرف قديش عمر كم حزمة ضوئية فايتة وقديش عمر كل حزمة وبالتالي هاي دي صورة متراكبة مثل صور كما قالنا لكم بالليل لشغلة يعني في عندك نقطة في عندك بهاي النقطة ضوء عمره مثل ما حسبنا نظريتهم يعني مليون سنة وفي عندك ضوء عمره مبارح عرفتو كي يعني كلهم سنة مع عضون كيدا تقول هاي صورة كذا ما بتحسين ما هيك منطقيا ما بتحسين طلع هيك بتشوفها بتقارنها بالصور تانية ايه ليه كل كون شو حلو كموها هيدي صورة زينة 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 لأن الصورة مركبة زمنية وبالتالي يطلع معي أنه وجهة نظر العبد الفقير إلى الله اللي هو يعني كان راعي عدو الجبل وكذا إلى آخر يحسه الفطر السليم أو بوحيه مثل ما بتقول أسلم بكثير من أننا نعتمد على تهريصات العلماء ومحاولة خداعنا وسرقة عقولنا ومنعنا من التفكير الحقيقي في الوجود بوحدته وكليته لكي لا نصل إلى الله سبحانه وتعالى وقال لنحكي بعدين في هذا الموضوع إيه بس حتى ما تضطرف كثيرا الواحد يعني ويروح ويشتح ويقول majesty لا لا هي السياسية هيك مفي النهاية في النهاية ما في شي ما في شي ما العلاقة بالشي بشي تالي نحن متخلفين ليش ليش متخلفين سياسيا لأنه متخلفين علميا وعقليا ولأ ما هيك تقليل ما فيك تقول سياسة بدون علم بدون علوم بدون فلسفات بدون مقدسات بدون قيم وبالتالي حتى تدله sao او تفوت على السياسة صح يجب ان يكون عندك كل البقاية صح انا حبيت هز شوية الافكار وكذا ففي قسم كبير ما علاق سمع ما علاق هذا طبيعي يفكر فيها بجوز يكون صح بجوز يكون كذا صعبة هي مو سهلة ابدا انك انت تتجرد وتفهم شو الزمان شو المكان شو الضو شغلة كبيرة وصعبة ومعقدة لكن بدها محلوة ومسلية ايه بقى يعني انا يعني كان في مشاهدات مليح وكان في تعليقات يعني مستفزة كتير وفيها وفيها يعني عدوانية فضيعة عدوانية فضيعة تدل على اني لمست لمست ايمانيات مقدسات يعني فيه تابو كسرنا تابو بتفكير انه ننتقد العلم هذا يعني كانت صار العلم بده اصير فيه الدكتاتور جديد عناك هو دكتاتور العلم وشو علم شو كلها تخصص بشغلة يعني ما فيك تعتمد عليه مين بده يفلسف العلم ويوظفه الرأسمالي اللي بوظفه للربح هاي كل قصة يعني والتالي بدون يستخدموه للربح ولا الاكتساب والارتزاق بغض النظر عن القيم مشكلة الرأسمالية انه بتفكر بالربح بتفكر بالربح من دون القيم يعني القيم ارخص شيء ارخص شيء حتى الفنون حتى الكذا بتصير مصاري حتى الاخلاق واحد بعمل شغال منيحه بيعطوه جائزة مادية ليش؟ لانه في النهاية هدفه مول منيح مو هدفه يعمل يعمل منيح هدفه مصاري فهي بدون يقولوا انه الانسان هدفه مصاري وانه الانسان يعني الالي والكمبيوتر والعلم اهم من العقل وانه العقل يعني اختصاصي وجزئي ولا تفكروا بالكليات عيشوا هيك يموتوا بس ركدوا ورا الاستهلاك وقديش اكلته وقديش شربته وقديش كذا وقديش الاخير وليش هنقدر بحث وليش خربت البيئة وليش خربت الكون وليش عملت قزمة الطاقة وليش مدرستها مثل عالم والناس وليش عم تصير احترار بالكون وليش عم تصير الكوارس وليش الناس فقرة وناس اغمية وليش المجاعات وليش الحروب وليش الكزب تسألوا اسئلة كتير مو هيك اخلاقية وبالتالي هو ما بدو ينسئلك بدو ينعلك عقلك بيجي واحد بيدافع عنه انت خليك باختصاصك ما ها اختصاصي ما ها اختصاصي هو نقد فلسفات العالم الرأسمالي كمان اختصاص مو هيك انه كيف يعني انتو بايشو بدي عارضة بدي عارضة بتراثنا نحنا التراث البشرية هذا بشرية عمل التراث لبلي العريض والاخير ما فيني كبه هذا شيء مو للكب هذا شيء مهم جدا هيك اجربة اجدادنا اذا ما قلنا انه هي يعني الهام من الله ومع ولا علم الا ما علمتني ايه لانه كل معرفة هي معرفة وجود والوجود الكلي بقوانمه ونظمه هو الله وبالتالي كل معرفة هي معرفة ضلاء مهيك فاذا بالكليات منحلة بالجزئيات منضيع ومندد تالي فلا علومة الا بالكليات العلاج الصدمة يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر